أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الأعلامي لحكومة الشارقة أن الدور الثامن من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ستكون تحت شعار تغيير سلوك تطوير إنسان وذلك يومي العشرين والواحد النوع العشرين من مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من داخل وخارج دولة الإمارات وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن المنتدى يتناول في دورته الجديدة دورا للاتصال الحكومي في تمكين الإنسان وتعزيز فرص التنمية على مستوى رأس المال البشري كما يسعى المنتدى إلى إشراك الفرد داخل المجتمع في وضع الخطط والبرامج الحكومية ليكون المساهم المحوري في إنجاحها